السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خوات الفاضلات اليوم موضوع بخص الرحم وتجهيز الرحم من أجل الحمل بإذن الله إن كان عندك مشاكل هرمونية، عندك تكيزات، عندك الإباضة صفر أو ناقصة جدا عندك مخزون البويضات قليل، ورودة في الرحم المهم مشاكل مختلفة في الرحم تؤدي إلى مشاكل صحية وتمنع الحمل في نفس الوقت أول شيء لازم نحمي صحتنا ورحمنا من أجل الجسد وسحة البشر ذاني شيء اللي حابة يحمل، ما عليها إلا تسوي هذه الوصفة سواء سويتها في هذه الفترة حدد شعبان أو سويتها في رمضان رح أعطيكي طريقة سهلة وبسيطة بسبح حبات تمر تختلف عن بعضها البعض، وصفة قيمة ورائعة جدا قوية وفعالة وصفة الجدات نافعة لأكثر من أشخاص، أنا سويتها لأكثر من سيدة والحمد لله جابت معها نتيجة خلوة وقيمة واليوم رح أشارككم معاها هذه الوصفة إن شاء الله أشارككم معايا إن شاء الله تستفيد ادعو لي ربنا سبحانه وتعالى وندعي لكم إنه يفسكم الصحة والعافية يا رب العالمين لا تنسوا تشجعوني بلايكات ولزارني أول مرة حياكم المستفيد في القناة فيها وصفات كثيرة وحنزل وصفات كثيرة كلها صحية وكلها نافعة وحقيقية وفعالة وقوية بمكونات بسيطة بدون إضالة أختي الفاضلة أختي الكريمة إذا حبيتك نظف الرحم عندك تكيس مبيض أو التبويض عندك ضعيف ما تكبر البويضة فهذا الفيديو جدا مهم رح نضيفك الرحم وراح تخذين الوصفة اللي رح أعطينك هي على الريق أول وصفة يعني هي ثلاث أشياء في وصفة واحدة تركزي معايا فقط ولا تخربطين وسويها زي ما أنا أقول لك وإن شاء الله تشوفي نتيجة في أول شهر إن ما نفعت معاك وكانت المشاكل متعددة في الرحم كرريها شهرين أو أكتر وراح تشوفي نتيجة بس أنا أتمنى أول شهر تبشروني إن شاء الله حتى لو كانت السيدة متقدمة في العمر وما عندها الدورة تقدر تسويها عشان تحافظ على الرحم وتمنع التليفات وتمنع الأكياس وتمنع كل المشاكل الرحم أختي الفاضلة ما عليك إلا تأخذين ثلاث تمرات على الريق التمر أن يشيل منها النواب أفضل التمر يكون سكر أو رضب ما يكون التمر العادي فهمتي عليه؟ يعني تأخذين الرضب الرضب ثلاث حبات تفتحينها بسم الله الرحمن الرحيم تشيل النواب وتحطين عليها حب الرشاد تعرفون حب الرشاد أنا سويت أكتر من وصفة بحب الرشاد تعبيها وتقري عليها صورة الفاتحة ثلاث مرات أو سبع مرات التمر ثلاث حبات والقراءة تكون ثلاث مرات أو سبع مرات تستعملين هذا الوصفة مباشرة بعد الدورة واللي ما كان عندها الدورة تستعملها أي وقت في ناس عندها خربة واللي عندها نزيف على طول متواصل استحاضة أو نزيف أو عندها سماكة بطانة الرحم تستعملها عادي حتى لو هي تنزف لأنها كده بنعالج بها الرحم بس بالنسبة للسيدات اللي حابين يحملوا يسوها مباشرة عقب الدورة تأخذين على الريق سيدتي الفاضلة ثلاث حبات تمر منزوعة النواب عليها ملعقة صغيرة من حب الرشاد يعني اللي انت عب بالتمر تكفليها كده تقربيها على الفم تحكي بصوت يعني مش على الصامت الفاتحة ثلاث مرات أو سبع مرات هذا اختياري لكن اوكي وتأخذينها على الريق تشربينها وراها الموية أنية تكون طيبة وان شاء الله يكرم الجميع وقت الإفطار يعني في الظهر وقت الغداء ايش رح تسويه تأخذين نفس التمر نفس الرطب يعني الموعية حقه التمر وتفتحينها وتشيل النواب وتعبين عليها السمسم أو الجلجلان وتقرين صورة الفاتحة بنفس الطريقة اوكي تقدرين تسويها وتقرين الفاتحة وتخلينها على جنب في مكان نظيف تلاقينها جاهزة وقت اللي تسهلكينها تكون أريدي قريتي عليها مو بالضرورة نفس التوقيت تكرين عليها اوكي وبالليل تبقى الحبة السابعة وانتي يعني خلاص على نوم ايش رح تسوي الحبة السابعة تشيل النواب وتحطي عليها حبة البركة حبة البركة او الحبة السودة مقدار ملعقة صغيرة لانت تعبت حبة التمر حاولوا التمر لا تكون وسط او كبيرة لا تكون التمر مرة صغيرة نعبيها بالحبة السودة عقب ما عبيناها بالحبة السودة نقرأ عليها آية الكرسي آخر حبة آية الكرسي استعملتيها في شهر رمضان المبارك حبيبتي عشان نجهز الرحم ونطف الرحم في رمضان او عقب رمضان تكوني جاهزة للحم او تكوني حافظتي على صحتك الجسدية او تفاديتي الاورام او الاكياز او التغيسات كل شيء في المبارك ما عليك الا تأخذين وقت الافطار التمر اللي موجود بحب الرشاد عقب ساعتين او ثلاثة او اربعة تأخذين الحب اللي هو بالسمسم التمر اللي هو بالسمسم ووقت السحور رح تمسكين تأخذين حبة البركة لا تنسوا الدعاء اكتروا من الدعاء في هذه الايام الفضيلة والشهر الفضيل وربنا يكرم من جميع ان شاء الله لا تبخلوا علي بلايكات انزلي تحت وششعيني والله يكرمكم جميعا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع